إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التانوت فقذ فيه في اليمب فليلقه اليمب بالتاح ليأخذه عدو لي وعدو الله أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التانوت فقذ فيه في اليمب فليلقه اليمب بالتاح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرأينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقرأينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك كتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى وافطنعتك لنفسي إذهبت أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طرى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قالا لا تخافا إنني معكما أتمع وأرى فأتياه فقولا إنا رتولا ربك فعرسل معنا بني إطرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والتلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قالا فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قالا فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينكى الذي جعل لكم الأرض مهدا وثلك لكم فيها طبلا وأنزل من التماء ماء فأخرجنا به أثواجا من نبات شتى كلوا وضعوا أدعامكم إن في ذلك لآيات لأولمها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا أنت مكانا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا فتولى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفكروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلع اليوم من استعلا ترجمة نانسي قنقر